هبدأ معاكم حاجة ما لهاش أي علاقة تحديداً بالأخبار المهمة جداً اللي هنتكلم فيها وهي متعلقة بمسألة بيئة العمل وده خليني قاعد دايماً أنصح أي صاحب عمل أياً كان نوع العمل إيه لو عملت بيئة عمل جيدة بمعنى أنها إيجابية وقدرت أنك تخلق فيها روح متعلقة بالصداقة بالأخوة أياً كان اللي هو بالبلدي كده حبيبك هيبلع لك الظلط زملائي الأعزاء هنا أنا بقول الكلام ده لأن إحنا قاعدين براكم عاديين بنتكلم وبنتناقش في حاجات جد وحاجات هزار وعاديين بنتحك والضحك بيني وبينك وساعات بيبقى عزيز فتخيل لما تبقى جاي الشغل وأنت فعلاً سعيد أو جاي الشغل وأنت متطمن أنه زميلك نزل فل أو تبقى جاي الشغل وأنت عارف أنك أنت هتستمتع بما قبل الحلقة وبما هو أثناء الحلقة لأن نبع بالتأكيد من مسألة ثقة في الفريق اللي بيشتغل بس اللي قبل الحلقة ده مهم جداً وأنا بأعتقد أنه حتى بعيداً عن صناعتنا صعانة صناعة الصحافة المتلفزة أو المزاعة أو المضبوع أياً كان العمل لو محيط العمل جيد هتلاقي نفسك مستعد دايماً تقدم ما هو أجود وهتلاقي نفسك بتعطي طول الوقت لشغلك بإيجابية وهتلاقي نفسك طول الوقت عاوز تعد تشتغل طبعاً أنا أخص بالذكرى صديقنا العزيز ابننا اللي كنا مربيينه من وهو لسه غير سازك شحاته شحطوتي طبعاً قاعد عملها سمعنا شحطه يمكن هو أصغرنا سناً لكن من أحب الناس لقلوبنا جميعاً فطول الوقت تلاقينا قاعدين عملين بننكش فيه لأنه فعلاً شخص غاية في الطيبة غاية في اللطف قلبه نقي وكأنه طفل مع أنه بقى عنده 30 سنة دلوقتي أول مرة تقبلت أنه هو كان عنده وصل حوالي 25 سنة ولا 24 ساعة تقريباً 24 سنة مش 24 ساعة تقريباً ولسه محتفظ ببرأته وبطفولته وبنقاءه زي ما هو فطبعاً طول الوقت نقعد بننكش فيه ونشوف انطبعاته فأمضى الله في عمرك يا شحة ودمت لبرنامج التاسعة دوماً وزخراً فأنت تبهجنا طول الوقت بطبته وبنقاء قلبه وبصدره الرحم اللي طول الوقت بتقبل هزار عارف ان احنا أخواته مش بول كده عشان نصالحه وحتى لو ما تصالحش عادي هنيجي عليه برضو بس ادخون حبيبنا